بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدينا في كل مكان أصدقاء برنامج زينة برنامج الأسرة المصرية النهاردة حلقة السبت 4 أبريل 11 شعبان باقي من الزمن حوالي 20 يوم على شهر الكريم شهر رمضان مبارك يارب يأتيوا مع الخير والسعادة والبركة والصحة والشفاء لكل ناس الحقيقة أمنياتنا ودعواتنا لكل البشر مش بس في مصر احنا بقول في معركة مهمة معركة ضد مرض العين كورونا كفيروس في العالم كله ولكن يبقى البطل في هذا المشهد وعي المواطن في كل مكان نراهن على وعي المواطن المصري في هذه المعركة ضد فيروس كورونا الحقيقة وعي المواطن ليه دور كبير في هزيمة هذا الفيروس ليه دور كبير جدا في الاندسارة على المحنة دي ليه دور كبير جدا في الاحتفاظ بالصحة والسلامة عشان كده ده موضوع أول فقرة معنا النهاردة في زينا كمان بنقدم تحية من القلب وتقدير وعرفان لأصحاب الرداء الأبيض طاقم التمريد طاقم الأطباء والمساعدين بنقول لهم تحية وشكر وعرفان طبعا هم جنود شايفينهم في هذه المعركة يؤدوا أداء طيبا وحسنا يسابوا عليه من الله سبحانه وتعالى وينالوا الشكر والحب والتقدير من كل المصريين حاب أقول لكم آخر الأرقام الخاصة بهذا الفيروس في مصر الحبيبة منذ بداية ظهوره الحقيقة حالات الإصابة منذ البداية تقدر بـ 985 أما حالات الوفيات 8 حالات حالات تحاول من إيجابية لسلبية 296 حالة وحالات الشفاء 216 حالة طبعا النسبة فيها قدر كبير من الأمل والرغبة في الشفاء والتعافي للمصابين والرغبة في منع هذا الفيروس وانتشاره طبعا زي ما قلنا ارتكازا على وعي المواطن المصري أول فقرة بعد الفاصل خليكم معي أهلا بكل مشاهدينا مرة تانية أصدقاء برنامج زينة على الهوى الحقيقة السؤال المطروح على كل البشرية كل بشر تسألوا هذا السؤال كيف نحاصر هذا المرض بسرعة؟ كيف نحد من انتشاره؟ كيف ينتهي ويمحى من كل دول بأقل خسائر ممكنة؟ لو تأملنا في الساحة العالمية نلاقي أن هذا الفيروس العين فيروس كورونا بدأ في الصين ولكن الآن أقل إصابات جديدة برضو في الصين ده ليه معنى؟ ليه معنى؟ ليه دلالة؟ وده يصير أسئلة كثيرة هل الوعي؟ هل السلوك اليومي المواطن ليه دور في الحد من انتشار المرض؟ الإجابة نعم معزوفة على هذا الوطر بقى هو ده موضوع الفقرة دي بعنوان أهمية الوعي الشعبي في الحد من فيروس كورونا وانتشاره رحوا معي بضيفة على الهوى دكتور محمد غراب خصائي أمراض معضية وحميات منور يا فندم أهلا بك يا فندم أهلا محضرتك كل أمنياتي بالصحة والسلام عن حضرتك ولكل مشاهدي أهلا محضرتك إن شاء الله الحقيقة كل يوم بنقدم زي معلومات أو تجديد المعلومات اللي ليه علاقة بالحد من انتشار الفيروس اللي ما سمعش حلقة يسمع لبعدها اللي ما عرفش معلومة يعرف تاني قرر هذه المعلومات يوميا في برامج متعددة أو شبه برامج كاملة من هذا المنطلق برضو بنقول لو تأمننا في ظاهرة انتشار الفيروس هنقول إنه الصين كبداية لهذا الفيروس الوقت أقل ظهور على الجديدة ده معنى باختصار إنه السلوك اليومي ليه دور في الحد من انتشار المرض طبعا طبعا في هذا الإطار تقول إيه حضرتك للمشاهد النهاردة طبعا الصين كانت أول دولة أظهر فيها الفيروس كورونا اللي هو كوفيد 19 جديد وانتشر بشكل كبير هناك والسلطات الصينية أخذت طبعا إجراءات قوية ومنعت طيران وإجراءات رقاية على فلسطين كلها وبرضو إجراءات علاجية وقدرت تحد من مرض بشكل كبير جدا من قريب من حوالي عشر تيام أعلنوا إنهم قدوا على الفيروس عندهم نهائيا وحتى عملوا حفلة بنسبة الإعلان من انتهاء الفيروس ورغم ذلك برضو في خلال أيام الماضية اللي فاتت رجعت بعد الحالات ظهرت وهم على النية حكت حالات من الوافدين من الوافدين ما كانوا جوا في السن في الوقت ده لكن كانوا من الوافدين إذن من هذا المنطلق الحد من الحركة الخروج الشارع الصفر الطيران كل دي أشياء لو حدنا منها العملية تكون منحصرة في أضيق الحدود وفي حديث نابو الشريف بهذا المعنى على فكرة يعني في كل الأزمانة كان فيه أوبئة وكان فيه حالات من الأمراض المتعددة أو مختلفة مش لازم نفس المرض ولكن كان فيه في فترات التعاون وفترات أخرى الكوليرا وفي الزمان كان فيه برضو أمراض أخرى كان فيه حديث نابو الشريف فيما معنى له حصل فيه وباء في بلد اللي في البلد دول يخليهم في مكانهم واللي على صفر يخليهم في صفرهم بحيث يبقى فيه يعني انحصار في موجة انتشار المرض يعني من ناحية الصحية وناحية الطبية وناحية الدينية كل النواحي بتقول نلزم مكاننا في هذه الفترة تمام لأن العدوى بتبقى سهلة في التجمعات ولو شخص واحد في تجمع في أي مناسبة أو في تجمع هينقل الأمراض لناس تنين والناس تنين هتنقل لناس تنينوها كذا فلازم الحد من التجمعات قدر الإمكان طب نرجع مرة تانية للصين والبداية كانت منها لكن بنقول دلوقتي انحصر المرض هناك عشان فيه سلوك مواطن قادر انه هو يتحكم في تصرفاته وعنده رغبة أكيدة في الشفاء ويتخطي هذه المحنة من سنوات كان هناك في الصين فيروس اسمه سارس طبعا كنت بتابع الحكاية دي وكان فيه خوف عالمي من هذا المرض سارس هل علاقة سارس بكورونا فيه يعني الطب اسمت ان في علاقة بين الاثنين تمحور هذا السارس وصل لكورونا ولا دي حاجة ودي حاجة تانية هو سؤال جميل جدا لان سارس ده اختصار لكلمة لجملة اسمها سيفير أكيوت ريزباراتريس اندرو يعني متلازمة متلازمة التهاب الرأة الشديدة والفيروس اللي مسبب لهذه المشكلة هو فيروس كورونا برضو فهو فيروس كورونا مش جديد هو اللي عمل هذه المشكلة وكان برضو بدأت في الصين في 2012 لكن الفيروس اللي كان موجود ساعتها اللي هو كورونا كان بيتنقل من الحيوان للإنسان ما كانش بيتنقل من الإنسان للإنسان اللي موجود في الفترة دي اللي هو برضو بدأ في الصين هو نفس الفيروس كورونا بس تتحور وبقى فيه حاجات في شكله جديدة بحيث انه ممكن يتنقل من إنسان لإنسان ده الفيروس الكورونا الجديد لكن سارس كان هو أصلا اسمه الكورونا وكلمة سارس يختصر له الجملة اللي كان بيسبب التنفسه شديد لكن هو نفس الفيروس لكن تحور وعشان كده جديد اسمه كوفيد 19 يعني بياخد شكل أشد شكل أشد ويقدر يتنقل من الحيوان للإنسان ومن الإنسان للإنسان لكن سارس كان من الحيوان للإنسان فقط من هذا المنطلق بنقول أن البشر دلوقتي ليهم دور كبير للحد من هذا الفيروس عشان هو كمان ما يتحورش في زمن قادم يبقى شكل آخر مختلف أشد ضروره ممكن فعلا طيب الناس دلوقتي عندها حالة هلع وخوف يعني كل واحد عنده شوية برد أو كح عاديين بيبقى متوهم أنه لقدر الله أصيب أيدينا برضو ندي علامات كده أو أعراض عامة لو حد حس بيها يعني يتوجه للطبيب فورا ولو حد حس بأعراض أخرى يطمن لا ده مش كورونا خالص تمام هو بالنسبة للفيروس كورونا أعراضه نفس أعراض البرد والإنفلوانزة العادية جدا رشحة مثلا؟ تمام نفس الأعراض اللي هي الكحة والرشح وممكن ديء نفس صداع ألام في المفاصل وألام في الجسم كله وارتبعا ارتفاع في درجة الحرارة نفس أعراض بالضبط البرد والإنفلوانزة الموسمية اللي موجودة من زمان لكن احنا عشان يجي لي شخص بيشتكب نفس الأعراض اللي هي الكحة صعوبة النفس وارتفاع في الحرارة عشان أفكر أنه هو احتمال يكون كورونا وابدى عمله فحص المطلوب لكورونا لازم يكون مخالط لشخص ثبت أنه هو عنده كورونا أو يكون الشخص ده كان جاي من منطقة مبوقة أو يكون الشخص ده بيشتغل في طاقم طبي من هنا لازم يبقى فيه فحص أكتر لأن الأعراض متشابهة جدا والفترة دي تقلبات جوية عايزة أقول لحد ذلك مثل معظم المصريين أو الناس في العالم عندهم كحة ورشح والتهابات حل عادية بكتيرية وفيروسات تانية خالص طيب السؤال المطروح لو حد عنده برد عادي اللي هو بيحصل لناس كل سنة في التوقيت ده في تغير الفصول ممكن يتحول لكورونا ولا دي حاجة ودي حاجة مختلفة ده فيروس وده فيروس يعني اللي هيدخل الأول للشخص يداية ده الملومة دي فعلا عايزين أتأكد منها لأن القيل اللي عنده أنفلوانزة عادية أو برد عادي استحارة يصاب بكورونا يعني منفعش للبيروسين معبر لا طبعا ممكن يصاب بكورونا طبعا ممكن يصاب؟ اه طبعا ليه لأن لو بدخل مثلا نقول مثلا بكتيريا اسمها المكروب السابح مثلا هيتطلع لها أجسام مضادة تهاجمها لكن الأجسام مضادة دي مش هتكون ضد الكورونا فممكن مصاب بالتهاب بكتير حاجة تانية لو تعرض لشخص عنده كورونا ممكن يصاب بكورونا وفي خلال أيام أو أسابيع يعني مش هتمنع أوما نحن بنقدم المعلومة لكن مشبع بطاقة أمل كبيرة لأن نفس الشفاء زي ما قلناها في المقدمة عالية جدا طيب هنوصل هذا الحوار الطبي الصحي الهام جدا ولكن بعد ما نشوف تقليل خارجي عن الاستعمال العشوائي عند بعض الناس للأدوية بنقول خطر جدا الاستعمال العشوائي بنفعش نروح للصيداني يقولوا هتلينا دواء معين للبرد أو نخترع إحنا علاج نفسنا لا لازم نتوجه لمتخصص في هذا المجال نشوف التقليل لك عمرة تاني بالنسبة طبعا للأدوية اللي بتتاخد بطريقة عشوائية دي أن يعني بتبقى لها جوانب سلبية أكتر من جوانب إيجابية يعني لأن الجوانب الإيجابية بتبقى خلال الدكاترة إنما مش كل واحد يجيله أي فيروس ولا أي مايكروب يبدأ ياخد دواء عشوائي يعني ده هيصيب بعد كده بتعب أكتر مما هيصيب بإيجابي المفروض أن ما حادش ياخد أدوية إلا للدكتور يكتب عليه لأن طبعا كل جسم بيختلف عن التاني والدكتور لما بيكشف بيعرف أن ده يعني يتحمل هذا الدواء غيره ما يتحملهاش لأن في بعض الأدوية بتسبب حساسية على سبيل المثال يعني والله الموضوع ده بقى منتشر قوي وناس كتير بقت بتعمل كده أولا لها أسباب أكيد الناس ما بتعملش كده من دماغها ممكن عشان سعور التيكتس بتاعت الدكاترا بقت غالية والناس مش بتقدر تروح لدكاترا فبقت بتستسهل قوي أن هي تاخد أي دواء يجيب نتيجة وبشكل سريع يعني بالنسبة للناس اللي بتاخد أدوية من غير أي استشارة طبية ده في حد ذات وجهل يعني الجهل في النقطة دي أن أنا ممكن أخد علاج والعلاج ده يقزيني ممكن أكون أنا مريض بمرض معين أخد علاج يأثر على تأثير جانبي ليه فده مشكلة كبيرة جداً ولازم يكون في حملات توعية للناس حتى على وسائل الإعلام إن العلاج لكل دواء أو لكل ده دواء فده ربنا صحنا وتعالى خلق لكل مرض علاج معين مش أي علاج الدوية اللي حنا بناخدها بطريقة عشوائية من الصيدليات ده أكيد خطر ولازم نستشير دكتور عشان ما يسبب لناش أي أهلا بكل مشاهدينا مرة تانية أصدقاء برنامج زينة برحب مرة تانية بضيفي على الهوى دكتور محمد غراب أخصائي الأمراض المعادية والحميات والحقيقة شوفنا معكم دولة تقرير في وعي المواطن المصري واضح جداً بنراهن على هذا المواطن ووعيه في الانتصار في معركة كورونا إن شاء الله نكون منتصرين ونطلع بأقل الخسائر الممكنة من هذا الفيروس في هذه المرحلة في وقت قصير بإذن الله دكتور محمد حكي لك تعليق على اللي شوفنا دلوقت طبعاً هو كلام مهم وإحنا في وعي برضو كويس وسط المصريين لأن كتير من الأدوية لها أثار جانبية قد تضر ومش تفيد وحتى الآن بالنسبة لفيروس كورونا حتى الآن حتى أعظم دول العالم علمياً لم تصل لعلاق أو مصل أو لي حتى الآن فكل الموجود كلها محاولات تجارب ونزل بعض الأدوية موجودة في السيدليات وموجودة في المشفيات للعلاج لكن حتى الآن لم تثبت فعالية دوا واحد فيه أنا طبعاً مش أقول أسامي تجارية لكن أقول أسامي علمية زي مادة تسمعها هيدروكسيكولوروكوين وده كانت مادة بتعالج الملاريا وأمراض الروماتويد المفصلي وحاولوا بيها في بعض الدرسات على بعض العينين اللي عندهم مرض كورونا نسبة شفاءة كانت قليلة ما كانتش قوية زي ما الناس سمعت فبرضو حتى الآن مش ناجح بكفاءة عالية بينما الدوا ده له أعراض جانبية على الكبد فقد يضر طيب يعني باختصار كده أنه ما ينفعش حد يوصل في نفسه دوا عشان جاره أو صاحبه خاده قبل كده ولا ينفع نروح لي صيدالي نقول له هاتنا يدوى بطريقتنا ما ينفعش لازم في هذه المرحلة كمان بالتحديد نتوجه للطبيب المتخصص لو عندنا أي عرض أو عندنا شبهة أن فيه عرض ممكن يكون لي علاقة بفيروس كورونا طيب إمتى المواطن يتوجه بسرعة للطبيب لو حسب إيه أو إيه أو إيه هو طبعا دايما نقول للناس أي عرض زي كحة أو ديق نفس وسخنية اتفضل روح للطبيب هو هيقدر يتجه بالحالة إلى التهابات حال النوحة إيه هل احتمال في كورونا ولا حاجة تاني واعتقدت طبقاء مصر بالكفاءة العالية حاليا اللي يقدروا يتوصلوا هل دي كورونا ولا حاجة تاني وفي فحصات مشهورة جدا منها صورة الدم الكاملة وأشعة مقطعها السدر منها بنعرف نحدد مبدئين هل ده كورونا ولا مشكلة تبقية تاني صورة الدم الكاملة على أساس أن فيه مثلا عارض القراط البيضاء اللي هي الجلز المناعي لو هي بعدد كافي أو بعدد نارس فيها بندين مهمين جدا فيها خلايا اسمها الخلايا اللينفوية خلايا الدم البداية دي أنواع بالنسبة لكورونا خلايا الدم اللينفوية دي بتقل عكس كتير قوي من الفيروسات الأخرى والبكتيريا بتزيد هو فيه خانة في التحليل صورة الدم الكاملة اسمها خلايا اللينفوية دي معناها لو هي زيادة بأكواريس ولا وحش لو زيادة برضو معناها وجود مرض تاني لكن مش كورونا فمش حلو ولا وحش يعني مشكلة تانية لكن لو قلت بدأ احتمال الكورونا بيزيد لكن يعني لازم تكون هذه الخلايا اللينفوية موجودة في الدم بنسبة محددة ما بين كذا أو كذا هي موجودة عندنا لأنها مناعية موجودة عند كل الناس بأرقام معينة يعني مثلا لو هي ما بين 6 إلى 9 لو حد عنده 11 يبقى إيه يبقى ده معناها التهاب بكتيري أو فيروسي بس فيروسي من نوع آخر غير كورونا لو كورونا تقريبا معظم الفيروسات بتزود خلايا اللينفوية اللي اكتشفوا في الصين وتقريبا هم أول ناس قالوا لنا إن الفيروس كورونا بيقلل الخلايا دي بيقلل الخلايا عن طبيع دي حاجة مختلفة عن كل الفيروسات السابقة يعني لو في فيروس غير كورونا الخلايا اللينفوية هتزيد عن نسبة طبيعية هتزود أما لو كورونا لا قدر الله فهيقل عن النسبة الطبيعية لو طبيعي من خمسة لتسعة مثلا هنلاقيها اتنين اتمام كده فالدكتور هيشك ان احتمال كورونا فهيطر يطلب أشعة مكتعية على السدر الأشعة مكتعية على السدر بتبين كده هنقول بالبالد يعني زي الغباشة كده أجزاء كده بيضة وفي أماكن معينة في الرقة ممكن بشكل الأشعة المكتعية وبالخلال المفاوية الأوليلة بنقول لعندا كوفيد 19 ده فيروس كورونا ونعمله بقى الحجر الصحة والإجراءات اللي عملتها وزارة الصحة الإجراءات الممتازة اللي عملتها وزارة الصحة الحقيقة دكتور محمد بعض الناس متلخبط يعني حكاية ما نخرجش من البيت طبعا ده طلب أساسي لأن الخروج بيقلل انتشار المرض في كل الأحوال هنشوف بشر أقل لو ما خرجناش هيبقى بورسة الانتقال أقل بكتير ولكن البعض بيقول هو الهوى أو الجو الشارع يعني في الفيروس طير ولا إيه؟ هو فيروس الكورونا من الفيروسات اللي بنقول عليها سقيلة الوزن يعني هو وزنه 500 نانو جرام ده وزن سقيل يعني لو شخص عنده كورونا وعتص مش بيبدأ موجود في الجو زي الانفلونزا وزي باقي الفيروسات الأخرى بينزل طول على الأرض أو الأسطح أو الكراسي أو المكاتب كويس يعني باختصار المعلومة دي اسمح لي حلل كل جملة بتقولها عشان هي بتتحول لحاجة بنستفيد منها كلنا حاجة بتقول إنه الفيروس لو ما فيش حد قدام مريض والمريض ده عاطس أو كح لو ما فيش حد قدامه الحمد لله إنما الفيروس هيتحول إنه ينزل على السطح على الأرض هيعيش على الأرض لمدة قد إيه؟ بيختلف يعني مثلا بعض القماش من يوم ليمين وينتهيه؟ زي الكراسي أو الكنب أو الأنتريهات مثلا آآ 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 البلاستيك والستانل ستيل ممكن يقعد لغاية 3 أيام موجود أيوة فييجي قوي شخص يلمس أو ينظف أو يقعد أو يستعمل أي حاجة من الحاجات دي وييده تبقى عليها الفيروس الملابس؟ بتحط إيديه على حرف التيدة آآ اللي هو الحرف الخطير ده أيوة العين أو الأنف أو الفم تمام فيياخد الفيروس هو ما خدوش من شخص مباشرة آآ هو خده عشان لمس مكان عليه الفيروس طب هو بيتقال إنه الفيروس بينتقل بالرزاز من مريض لآخر ممكن حاجة بتقول الواجه لو جاء عليه لو الجبهة أو يعني الواجه بصفة عامة يعني هنتقل إزاي يعني؟ هو برضو هو فعلا بيطلع من الأنف أو الفم لو كح لمسافة ما بتزيدش عن خمسين سنتي يعني نصف متر فلو في شخص قريب بهزي القرب ممكن يتنقله الفيروس عن طريق الأنف من الأنف أو من الفم أو الأنف للأنف آآ حاجة بتقول ممنوع لمس الواجه الجبهة أو الخد أقصد بيها لو كان بالصدفة الشخص ده إحنا كلنا مثلا مشتغل في أماكن مختلفة آآ فممكن أخش على مكان أقعد على مكتب ويكون عليه الفيروس يعني بإيدي تلمس المكتب فبقى عليه الفيروس آآ بعد كده أبي إيدي أقوم مثلا أمسح الأنف أو أحط إيدي على العيني فنقلت الفيروس أنت خلاص دخل هو دي ما دخله للشخص خدت بالحضرتك يبدأ يعمل أعراض من العين من الأنف أو لو دخل عمتال إيه الفم آآ لو حدت على الفيروس خلاص إنته أي نوع صابون؟ أي نوع صابون آآ الفترة الفترة دي حصل هجوم على سيدلات في مصر على الكحول آآ والصابونة العادية اللي موجودة في كل بيت مصري الرخيصة آآ تغني عن الكحول آآ يعني مش حكاية أنواع غالية ولا حاجة لكن حكاية تكرار النظافة وغسيل الإيدي فعلا فعلا الموضوع بسيط بس عايز تلكيز يعني أه موضوع بس عايز وعي وعي صحي واللي بتعمل لحضرتك والقناة الثانية ده هو ده لوعي الصحي الممتاز في الوقت ده أؤمن إحنا حضرتك مع ضيوف آخرين متخصصين في الصحة العامة أو المتخصصة في كورونا وهنواصل هذه المسيرة عشان نحارب مع بعض بقوة وتماسك وتلاحم شعبي كبير هذا الفيروس العين ويعني ينحسر بأسرع وقت ممكن إن شاء الله في مصر الحبيبة ويرب الصحة والسعادة والخير لكل المصريين ولكل البشر في كل العالم نورتنا دكتور محمد وراء أهنا بحضرتك أهنا بك مشاهدينا لسا معاكم في مسيرة صحية في هذه الحلقة من زينة ولكن بعد الفصل نيمك زينة أول حلقة نوهت عن دور كبير لأصحاب رداء الأبيض الحقيقة جنود في معركة كورونا يارب يكونوا منتصرين وإحنا كلنا معاهم في هذه المعركة بالوعي الشعبي الكبير والإرادة القوية والتصميم على الانتصار على هذا الفيروس والمرض العين السلوك اليومي البسط ممكن يساهم بشكل كبير في القضاء على الفيروس بشكل كبير وبنقول المناعة الطبيعية أيضا لها دور كبير جدا في هذا الموضوع رحاوا معايا ببطلة من بطلات هذه المعركة رحاوا معايا بدكتورة ولاء محمود مدرس بكلية التمريد بجامعة القاهرة ومستشار وزيرة الصحة لشؤون تعليم التمريد نوري دكتور وكيف أندم أهلا وسلم بحضرتك الحقيقة بنقول يعني الجنود في هذه المعركة يستحقوا منا كل التحية والتقدير أصحاب الرداء الأبيض من فريق عمل طبي سواء كان أطباء أو تمريد أو مساعدين كل ما يتعلق بالشفاء وهذا المجال بيقوموا بدور مهم جدا جدا في هذه المرحلة هم فعلا جنود يعني يستحقوا مننا كل التحية والاحترام والتقدير الحقيقة فعلا يعني كلنا بنحيي كل المتواجد في المستشفى وكل اللي بيشاركوا في الحرب دي ضد ميكروب أو عدو غير مرئي وعدو خطير جدا سريع الانتشار فهم اللي وقفين في الصوفه الأولى بيدفع عننا كلنا فتحية وشكر وتقدير ليهم والمجهودهم الحقيقة قطاع التمريد يعني قطاع مهم في العالم كله في الأيام العادية فما بالك في هذه الأيام الحارجة يعني لو وصفتي هذا القطاع بدوره بجهده اليومي بهذا الفريق المتكامل طبعا في تدرجات في الأهمية في المناصب في قطاع التمريد يعني فيه حد بيكون سينيور وفيه جانيور وفيه درجات معينة في هذا المجال في هذا الفريق التمريدي لاخد فكرة عامة على هذا الفريق فريق التمريد أو تدرج التمريد في أي مستشفى هو إحنا عندنا في الأساس من التعليم التمريد عندنا فيه الدبلومات اللي هي برضو اتلغت من فترة يعني ما بقاش دلوقتي فيه عندناها دبلومات لكن عندنا طبعا الحاكمات الكبار من كل التقدير ليهم لأن كلنا يعني في المستشفيات بنستفيد جدا من خبرتهم فيه بعد كده المعاهد معاهد التمريد هم خارجين المعاهد الفنية للتمريد وفيه خارجين كليات التمريد وطبعا خارجين كليات التمريد دول فيه اللي بيشتغل إخصائي بالبكاليريوس وفيه اللي بيكمل دراسات عالية وبياخد ماجستير وفيه دكتوراه ولكل واحد منهم دوره جوه المنظومة الصحية الكاملة طبعا هم التدرج بتاعهم الوظيفي بيكون حسب المكان نفسه هو فيه أماكن بتبقى التعينات بتاخد بس بكاليريوس زي بعض المستشفيات فيه لو هنتكلم عن المنظومة الصحية بوزارة الصحة عندنا كل التدرجات موجودة وطبعا القديم من الدبلوم بيكونوا ليهم مراكز قيادية أو إدارية الماجستير والدكتوراه من الجامعة بيبقى معظم شغلهم مراكز قيادية وإدارية وتعليمية اللي بيكونوا بيشتغلوا في تعامل مباشر مع المريد هم خرجين المعاهد الفنية وخرجين الدبلوم الحديث لحد يعني ما بدأ يتلغي وخرجين خصائيين التمريد خرجين الكلية الجداد أو البكاليريوس اللي هم في أول سنوات من عملهم وأنا بعتبر دول هم فعلا الجنود الحقيين دلوقتي لأن هم اللي بيتعرضوا بشكل مباشر للمريد الدكتور بيكون ليه دور مهم جدا جدا في تشخيص المرض وتحديد الخطة العلاجية اللي هينفذ الخطة العلاجية دي الجندي اللي هيقضي 12 ساعة ضاير اجتماع المريد في تعامل مباشر بينفذ الخطة العلاجية على أكمل وجه هو الممرد صحيح يعني تكليل هذا الدور الكبير لفريق التمريد باين في أرقام قلناها في أول حلقة نسبة الشفاء العالية جدا وراها هذا الجهد الطبي ومن فريق التمريد اللي بستحق الإشادة والتحية كمان بقول في هذا الإطار وزارة الصحة بصفة عامة أدارة هذه الأزمة بمهارة شديدة العالم كله بيجمع عليها لأنه فعلا نسب الوفيات قليلة جدا جدا بالنسبة لـ 100 مليون لما يبقى 6 حالات فقط وفيات يبقى فعلا فيه فريق إدارة أزمة في مصر يعني يجب أن نشيد بهذا الدور الحكومي والمصري والصحي في مصر ولكن يكمل هذه المنظومة دائما سواء كان دور التمريد أو المواطن بقى بوعيه وسلوكه اليوم من هذا المنطلق هسأل حضرتك عن دور المواطن في زيادة مناعة الطبيعية عشان نمنع المشكلة قبل وقوحها وده من ضمن فن إدارة الأزمة مش نعالجها ولكن نمنع حصولها من أساسه طيب دلوقتي المشاهدة اللي شايفانا النهاردة بتقول أنا عايزة أطلع من هذا الحوار مع دكتورة ولاء بخطوات 1-2-3 في سلوكي اليومي مع فريق أسرتي مع أفراد أسرتي نقول لها إيه؟ هو الأول أحب بس أقول جملة مهمة جدا أنت طبيب نفسك يعني دي معلومة كلنا بنسمعها أو كلنا حكمة بنقولها وهي اتقالت من قديم الأزل يمكن كان من أبو كرات أبو كرات أيوة أبو تب كان من الحكم اللي قالها المنتخزة عنه أن الإنسان لازم يكون هو طبيب نفسه وهو اللي يعالج نفسه أو يمنع أن المرد يجيله وده حتى إحنا بندرسها في التمريد أن في حاجة اسمها primary prevention اللي هو الوقاية الأولية الوقاية الأولية أن أنا أحمي نفسي من أن يجي لي أمراض مش أن أنا أستنى ما المرد يجي وقع لكم الأم في البيت هي أول ممرضة في التاريخ أول ممرضة في التاريخ كانت الأم لأن هي اللي تقدر فعلا تعالج أو تحمي أسرتها من الأمراض هي بس الجزئية دي حاجة تقصدي الإنسان طبيب نفسه بس عشان ما يتفهمش أنه حد يوصف نفسه ده لأ طبعا أنا كنت هشرحها حضرتك تقصدي أنه لو حد حسب حاجة مختلفة عن ما يشعر بي طول عمره لازم يتنبه أنه في مشكلة ما فيروح للمتخص وأنه هو كمان إزاي يتجنب أنه ما يجيروش المرد يعني أنا لازم أكون واعي وأبدأ أحاول أني أتفادى المرد بشتى الطرق أقلل خروجي ما أخرجش إلا للضرورة أعمل الأسس بتاعة النظافة الشخصية يعني مجرد ما أدخم بيت قبل ما ألمس أولادي أو ألمس أي شيء لازم أخسل إيدي زي ما دكتور محمد في الجزء ده عشان إحنا باتخال المشهد لما حد بيكون جاي من بره حد بتقول يخسل إيدي طبعا بيكون كمان هدومه في احتمال نها مسكة الفيروس أو لازق فيه حاجات تلوث معين يعمل إيه بقى في كل ما يتعلق بأنه راجع من الشارع دخل البيت راجع من الشارع فتح الباب دخل البيت يدخل على طول على الحمام يغير الهدوم بتاعته اللي كان بيها في الشارع ده إحنا زمان في الريف كان لما الراجل أو السيدة لما بيجوا من بره كان فيه دايما مصمور متعلق جنب الباب يقلعوا العباية أو الهدوم اللي كانوا لابسينها في الخروج يعلقوها قبل ما يدخلوا بيتهم ليه لأنه أنا مش ضامن أنا جبت إيه من الشارع صح ففي الظروف زي اللي إحنا فيها دي إحنا متوقع أن بنعدي من جنب ناس وبنركب مواصلات فممكن جدا أكون أخدت الفيروس وأنا مش عارف ولسه ما دخلش جهازي التنفسي لكن على هدومي أو في الأحزية أو في الأحزية أو في أي مكان إحنا أنا أسف فيها عداد صحية يعني غير صحية بالمرة موجودة عندنا فممكن ناخدها في أي حفة نرى من حياتكم بنأكد على كل كلمة تقوليها النهاردة هنسجلها عندنا حد نزل الشارع مضطر في أضيق الحدود رجع البيت حاجة بتقول يقلع هدومه على طول أو على الحمام هيقلع هدومه وممكن لو هيقدر ياخد حمام كامل أو على أقل تقدير أنه هيخسل إيده ويخسل وشه طبعا الأحزية على الباب الده بره لازم أعمل نفسي خط أحمر قبل دخول الباب خالص ده لازم أقلع بره الحزاء خالص يعني ده إحنا في العزل في المستشفيات العزل لو خرج المسؤول عن العزل بره المستشفى لازم وهو داخل بيقلع الحزاء اللي كان برده بيلبس حزاء تاني للعزل ماينفعش أنه يدخل أبداً باللي كان بره مش بس الأزرق لا ده فيه حزاء مخصوص للعزل يبقى معنى كده أنا ماخدش حاجة منبره على جوه أبداً يبقى أقلع حزائي بره أدخل على الحمام على طول أغير الهدوم بتاعتي اللي كنت متعرضة لكل حاجة بره ولي لمست أسطح كتير بره فأخاف أن هي تكون وقدر فيروس معي وبعد كده أبدأ أن أنا أتعامل مع اللي في البيت طبعاً الهدوم دي لازم تتغسل وتتغسل بمية سخنة وتتنشر في الشمس وبعد كده هتتكوي قبل ما تتلبس تاني هنا عايزين يقول الشمس ليه هدور مهم جداً في منع هذا المرض في مصر لو هنتكلم بقى لما حضيك سألت في الأول كمان على زيادة المناعة شمس أكل صحي مش بقول أكل غالي مش لازم أكل بروتين كل يوم لكن أكل صحي دينا عمثلة يا دكتورة ولكن فيه خضار أكل فيه خضار مش مطبوخ خضار جرجير لامون طماطم خيار خص كل الطبق الصلطة بتاعنا الجميل ده ده حماية يعني ده الوحده مجموعة أقراص من الفيتامين أنا واخد كده كم فيتامين حلو جداً بينشط منعتي وبيديني غيزة كويس وطبعاً سمعنا من أكتر من طبيب متخصص أنه أكتر فيتامين دي علاقة بمنع هذا المرض فيتامين سي والزنك الزنك وبيتامين سي موجودين في إيه بكسر عشان يكتر منه فيتامين سي طبعاً موجود في كل الفواكه والخضروات الحمضية يعني عندنا فيه في البرتقان وفي اللمون وفي الجوافة وفي الفراولة كل الحاجات دي طبعاً فيها فيتامين سي والزنك موجود في معظم الخضار فيه موجود في البروكلي موجود في الأرنبيت موجود في الكرومب يعني أنا لو ضفت حاجات من دي الكرافس لو ضفت من حاجات من دي على الخضار بتاعي اللي أنا بأكله في السلطة أو في نوع فاكهة حتى يعني نوع فاكهة واحد وأكله ده هيديني مناعة كويسة جداً هينشط عندي المناعة الغيزة كويس تعرض للهوى لازم يبقى المكان متهوي نهوي الشقة نفتح الشباكي لازم على أقل الصبح أفتح للشمس تدخل بيتي وللهوى يدخل بيتي ولو حتى لساعتين يعني لو فتحت أنا لساعتين بطاعة الصبح لو من ستة لتمانية من ستة لتسعة كويس جداً جداً يعني أنا دخلت كده إشاعة الشمس جوه بيتي طهرت لي بيتي من طهر طبيعي جبتي سيرة أبو كرات أبو الطب يعني من ضمن نصائحه إنه هو شمس تدخله لا يدخله الشمس لا يدخله المرض يعني الشمس الوحدها كان غير أي حاجة بتمنع مشاكل كتير جداً في مجال الصحة طيب عايزة برضو أتكلم عن كلمة العزل بعض الناس متلخبطة يعني هل المطبق عليه موضوع العزل ده بالفعل مصاب ولا مشتبه فيه ولا بيتعالج لوحده في البيت مين هو اللي يطبق عليه موضوع العزل ده المطبق عليه موضوع العزل هو كل ما هو مشتبه فيه أو عنده أعراض تشبه أعراض الكورونا زي ما قال دكتور محمد في الفقرة السابقة أننا عندنا فيه بعض الأعراض مشتبه يعني بتتشابه بين الأنفلونزا وبين الأعراض الكورونا فأنا عشان أبقى خايفة ليه بقى؟ هو ممكن اللي عنده أنفلونزا ده مش عنده كورونا لكن لو تعرض للفيروس هو ما يقدرش الجسم عشان يبقى يطلع جيش دفاع داخلي لاتنين فيروس مش زي فيروس واحد طبعا مش هيحرف معركتين في وقت واحد يعني فأنا لما بخرجه أصلا وهو عنده الأعراض دي وهو تعبان أنا بعرض الجهاز التنفسي بتاعه لصدمة فأنا أفضل حاجة أن ده يتقامل له عزل المشتبه فيه اللي تعامل مع حالة كانت عندها كورونا لكن طلع التحليل بتاعه سلبي كل الناس دي لازم يتعمل لها عزل منزلي العزل منزلي يعني يبقى موجود جوه بيته ما يخرجش خالص ولو بقى أفضل لو المكان عنده كبير شوية يبقى جوه قط يبقى ليه استخدامات الأدوات الشخصية بتاعته محدش غيره بيستعملها فطه وكبايته والطبق اللي بيأكل فيه ومعلقته وده يتغسلهم كويس جدا بالمية والصابون اللي واحدة كمان قيل إنه يضاف الخل على ماء غسيل الأواني يعني إحنا الخل ده من زمان بالنادي إن الخل يضاف كمان على غسل الخضار يعني معلقة خل على مية اللي بنغسل فيها وهيتنقع فيها الخضار الأخضر أو أي نوع من أنواع الخضار والفاكهة في غسلها نضيف معلقة خل على لتر مية على لتر مية وننقع الخضار أو الفاكهة شوية نص ساعة مثلا من نص ساعة لساعة مش أكتر من كده عشان الخضار ما يتبالش عشان بالزبط عشان الخل ما يبدأش إنه يحللي الخلايا بتاعت الخضار نفسه أو الفاكهة فيتلف هالي لكن هيكون عقم هالي فأنا كمان الخل بستعيد عنه إن أنا أصلا عندي معظم الأدوات أو الحاجات اللي بنستخدمها في الغسل فيها نسبة كلور بسيطة ببدأ إن أنا هي دي اللي بتطهر بيها فممكن أبدأ أستخدم كمان الخل أو اللمون لأن هما الاتنين هيدو لي تقريبا نفس التأثير يعني الناس عندها هواس التعقيم دلوقتي بطريقة مبالغ فيها في بعض الأحيان كمية مطهرات معاقمات عايزين حدود الطبيعية أو المثالية عشان نستعمل هذه الأشياء عشان نعقم بيها بيوتنا نعمل إيه بالزبط طبعا من غير مركات قولنا نستعمل حاجات دي زي حضرتك هي مادة الكلور أنا بستخدمها في تعقيم الأسطح والأرضيات بيبقى الكلور اللي بنشتريه اللي غير مركز اللي بنشتريه من أي مكان منظفات هناخد منه قد فنجان قهوة صغير على لتر مية وهو ده اللي أنا هبدأ أستخدمه في تنظيف الأرض وكل الأسطح اللي عندي ما بزودش عن كده لأن الكلور فيه ناس مش بتستحمل ريحته والزيادة منه كمان إن أنا لو استعملته على الجلد مباشرة بيعمل مشاكل في الجلد عندي أيوة وبيعمل تآكل في الجلد فمش المفروض أن أنا أزود منه ولا أعقم به الإيدين ولا الوش طب معلش الجزئة دي عشان فيه بعض الناس بتعاني بعد استخدام الكلور بكسرة من جفاف الأيدي بطريقة كبيرة جدا بيستعملوا إيه كعلاج للقصة دي؟ لأ هما الأول الحماية أو الوقاية من الأول إنه لازم تلبس الجوانتي بتاع المطبخ اللي هو الجلده تقيل شوية جوانتي المطبخ وهي بتستعمل الكلور طيب ما عندهاش الجوانتي وصر تستعمله وبعد كده بقى عندها التشققات دي ممكن تستعمل البازنين أو الجليسرين دي من الحاجات الطبيعية اللي هي هتضيع الالتهابات دي وتخلي الجلد ما يحصلش فيه تشققات ولا الألام برضو السؤال المطروح كتير الجوانتي نلبسه ولا لأ؟ اللي هنمشي بيه في الشارع أنا ألاقي الناس ماشية كلها أولا الجوانتي الجلد برضو بعد فترة من استخدام الجوانتي الجلد بيبقى يتحسس منه الحاجة التانية إن أنا وطول ما أنا ماشي أنا بلمس حاجات باجي أقلع الجوانتي المكان اللي أنا أقلعته فيه وقدته كل الميكروبات اللي أنا لمتها فأنا بحمي نفسي من حاجة وباخد حاجات تانية طيب في هذا الإطار موضوع الكمامة الكمامة برضو لها استعمال وقت معين مش المفروض أن أنا أستخدمها عدد ساعات كتير والمفروض أن أنا أستخدم قيمة الكمامة أنا أستخدم الكمامة لما بكون ماشية في أماكن مزدحمة أو أكون أنا عندي أعراض فأنا خايفة أكوح أو أعطس فأعدي الناس حوالي يعني في الأول هي وقاية للا حوالي مني أيوة تمام لكن لو أنا خايفة أروح مكان أنا هتعرض فيه زي هروح مستشفى أو هاركب المترو مكان هيبقى فيه زيحان وخايفة على نفسي من الرزاز إن حد يعتص فيه شيء أو يكوح فممكن أن أنا أستخدمها مع أن هي وقية للبرة أكتر مني لكن في حالات تواجد ناس كتير يبقى مستحبة منعا للرزاز الآخرين لكن لو ماشي في الشارع وما فيش زحمة أو ركبة جوه عربيتي يعني أنا شايفة الناس ركبة جوه العربية وقفلين الإزاز ولابسين الكمامة أنا أول ما دخلت ولو أنا نظفت عربيتي بالمية والكلور أو بالكحول طبعا الكحول أشد تأثيرا على الفيروس من الكحول لأن الكحول اللي بيموته فوقت أسرع أو بيتخلص منه فوقت أسرع فأنا لو دخلت مساحة عربيتي أول ما دخلته بالكحول فكده خلاص أنا مش محتاجة ألبس الكمامة والجوانتي حاجة يعني كلمنا عن مضوع الكلور كذا مرة أنا عايزين برد أقول تحزين الأمهات ما يسيبوش الكلور ممكن أطفال يبقى فيه حوادث بسبب الكلور بالضبط الكلور المركز ده يعني أنا أفضل بلاش كلور لكن الخل أكتر الكحول أحسن مش كده ولا إيه رأي حضرتك؟ الكحول يمكن عشان هو دلوقتي مش متوفر قوي وغالي فما بلاش نقول لناس إيه ده أحسن فهم يحاولوا يدوروا عليها الخل كويس الخل كويس وأفضل زائد إنها لو جابت الكلور أنا بفضل إن هي تبدأ تخففه من الأول من الأول إن هي تعمل إيه أنا جبت إزازة الكلور دي اللي هي اللتر هشوف أنا ممكن أحطها على كم لتر مية ودول هبقى متشارين مثلا في جارك معين وده وليه مكان ومعين بعيد خلص عن الكلور دي فكرة معلش كويسة جدا وإنا بقرارها مرة تاني إن بنسمع دلوقتي حوادث إنه فيه أطفال شربت القدر الله الكلور فإحنا بنقول لما حد اشتري إزازة كلور بيخفف بين هذي العبوة لجاركا كبير جدا في مية بحيث يبقى مخفف أصلا قريدي موجود أنا حقيقة سفت جدا من المعلومات القائمة دي وبشكو حاجة النورتي النهاردة بزينا ويرب الصحة والسلامة لحطيتك كل المشاهدين وكل مصريين وكل البشر في كل العالم الحقيقة أنا هقول إنه الوعي إن شاء الله المصري هيكون مساهم شكل كبير في إنه يمنع يمنع إذا الفيروس أو انتشاره ومن هنا بنقول المواطن المصري السيفي بتاعه أو السيرة ذاتية بتقول إنه في المواقف بيكون جدع بيكون شهم بيكون إيجابي بيكون مشارك بيكون عنده وعي بالفترة وبالعلم تفعيل العلم تفعيل ما نتعلمه بيكون بطل كبير جدا في أي ما احنا بتقابلنا فإحنا بنقول المواطن المصري عليه دور كبير في القضاء على هذا الفيروس والانتصار في هذه المعركة وطبعا زي ما قلنا في هذه الحلقة على مدار الساعة اللي فاتت سلوكيات بسيطة يومية ممكن تساهم بشكل كبير جدا في حماية نفسنا من هذا المرض الخصير يا رب بكل الخير والصحة والسلام